اشتركوا في القناة هناك آية نقرأ بها كل يوم وهي إياك نستعين إذا أردت أن تسهل عليك العبادة إذا أردت المعية الإلهية الخاصة وإذا أردت الولاية فتعلم فن الإفتقار وتعلم فن التوسل والاستعانة قال تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذا المسابقة والسباق والتقدم والسرعة في عمل خيرات والإنشراح لها وأن تكون خفيفة على القلب خفيفة على النفس وأن تتحول إلى لذة وسعادة وسرور وابتهاج وأن لا يمل منها الإنسان هذه تكون بإذن الله وجب علينا أن نقوله في كل حياتنا وفي كل وقتنا إياك نستعين ليست كلمة نرددها وإنما معنا حقيقي فعلي نطبقه في حياتنا اليومية لنتعود أن نستعين من قال أنا انقطع ومن قال الله اتصل قمة القوة أن تكون بلا قوة إلا بالله أنبياء الله تعالى ورسوله الكرام علموا يقينا هذه الحقيقة فكان عليه الصلاة والسلام يقول في أذكاره يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني هذه هي الحقيقة كلما تبرأنا من حولنا وقوتنا تولانا الله تعالى بقوته قال تعالى أن القوة لله جميعا وفي الحديث القدسي المعروف حديث الولاية فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه قمة القوة أن تكون بلا قوة إلا بالله إذا أردت التوفيق في أي مشروع في أي عمل قل يا رب إياك أستغي أرجوك أعني يا رب أنت القدير وأنا لا أقدر إذا قمت إلى صلاتك قل إياك أستغي قل لا حول ولا قوة إلا بالله كلما ارتميت على أبواب الله وتذللت تحت قدرة الله ونسبت القوة كلها لله أتاك المدد وأتتك المعونة وسهل الله تعالى عليك العبادة لنعود أنفسنا ونحدث أنفسنا بأن نقول لو لا الله تعالى ما عبدت ولو لا الله تعالى ما صليت ولا تصدقت ولا صمت لو لا الله تعالى ما ذكرت نحن في الحقيقة لو أن الله لم يحيينا في هذا اليوم ما عملنا أي عمل لو أن الله تعالى كتب علينا المرضى أو الشلل ما استطعنا أن نعمل شيء فالمنة كلها والفضل كله لله سبحانه وتعالى هذه الطريقة وهذا الاعتقاد وهذه الثقة بالله صدقوني فيها من البركات وفيها من الفتوحات وفيها من التسهيل والحفظ ما رآه أهل الله وخاصته رأي العين وكتبت فيه الكتب وأولفت من أجله المؤلفات فالقوة تكون بالاستعانة والشكر نستعين ثم نشكر نستعين ونشكر ووعد الله تعالى لنا بأن يمدنا ويزيدنا وهذا وعد الله لا يخلف الله المعاد لإن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم